حضرات المشاهدين الأكارم سيداتي سادتي لعلها بحق لحظة حالمة أن يسعد فيها الإنسان في هذه الليلة المباركة الغراء ليلة مولدك يا حبيب الأمة يا سيدي يا رسول الله حيث تهفو نفوسنا وتهتز مشاعرنا وتعلو أصواتنا مصلية ومسلمة عليك وراجية منه سبحانه ألا يحرمنا من أنوارك وأسرارك الخالدة الأبدية مدحت السالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اخترت السحابة سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لأجابة وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابى صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله هي ليلة غراء ليلة أكرم الله فيها الإنسانية بعدما عاشت في متاهات الفرقة والنزاع والتناعر والشرك وضعف الإيمان واستبداد القوية على الضعيف وانتهاك الأعراض والحرمات حلت الليلة الحاسمة الليلة المباركة التي أضاء الله فيها العوالم بمولد سيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذا وجدنا أن من الألطاف الحافة بهذا الوطن احتفاؤنا المتواصل عبر عقود من الزمن وعبر أعلامنا وعبر فترات متعددة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في أبهل المشاهدي وأعلى المراكب حيث ترتقي الأمة ويجتمع المواطنون من أقصى البلاد إلى أقصاها محيين تلكم الليلة المباركة ومتلمسين منها النور والأسرار والقرب والحب والولاء والعشق لك يا سيدي يا رسول الله لذا وجدنا علماءنا يعتبرون أنه أي يوم أسعد من يوم أظهر الله فيه للعالم مولودا كان المنقذ من الضلالة أخرج الناس به من ظلمات الشرك ومناقس الجهالة واعتبر علماؤنا أنه مما جرب من بركته صلى الله عليه وسلم أن الاحتفال بيوم مولده أمان في ذلك العام وبشرى لمن فعله بنيل المرام ولعل الألطاف التي حفت بوطننا وتحف به إن شاء الله حاضرا ومستقبلا عائدة إلى عشق هذا الوطن وعشق هذا الشعب التونسي الأبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتلمس أن يحفن الله بألطافه وأنواره من خلال إعطاء هذا الموكب ما يستحق من العناية والتبجيل ولقد صار علماء الزيتونة وسرنا معهم وأسررنا على مواصلة هذا الاحتفاء المشهود في رحاب جامع الزيتونة المعمور حيث كانت قصة المولد للبكري ثم اختصرها سيد علماء تونس إمام جامع الزيتونة الأعظم ومفتيها الشيخ سيد إبراهيم الرياحي ثم كانت القصة المولد للشيخ ابن عاشور ثم سعينا بحمد الله إلى أن نواصل على نفس هذا المسار في قصة مولدية مواكبة للعصر محافظة على ذلك النمط المحمدي الذي يبقى هو رمز من رموزنا ومشعل من مشاعرنا وسر من أسرار وطننا لقد كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة حاسمة من الزمن هو دعوة إبراهيم عليه السلام وهو بشارة عيسى كان مولده في ليلة المباركة عمت فيها الأنوار عبرت عنها السيدة آمنة فرأت الأنوار من حولها ومطلع النبي صلى الله عليه وسلم سيبدو في هذا الوجود ولما أعلم جده عبد المطلب وكان في الكعبة المشرفة بمولده المبارك سماه محمدة فقيل لعبد المطلب لما سميته باسم ليس لأحد من أبائك قال لأني أرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم ومما يدعم هذا المسار أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولد يتيما لم يعرف والده عبد الله ولم يعايش السيدة آمنة إلا لسنين قلائل فكان صلى الله عليه وسلم في ملامحه في أنواره ومنذ طلوفته ومنذ طفولته مثال التألق ومثال الأمانة ومثال الأمل هذا الأمين رضيناه شب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سورة التي عبرت عن هذا المعنى بشكل جلي في قوله جل أولاه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى هي العناية النبوية العناية الإلهية بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث شمول العناية فكان النبي صلى الله عليه وسلم محاطا في طفولته بالعناية الربانية وكانت السيدة خديشة رضي الله عنها تأويه وتحميه وتذود عنه ماديا وعاطفيا وأدبيا وكان صلى الله عليه وسلم منذ طفولته يبحث عن الحقيقة كان يرى في قومه الشرك ويرى الظلالة ويرى عبادة الأوثان ويرى القهر والظلم ووأد النساء فكان يتأمل يبحث صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة التي هي مدجسمة ومجسمة في المولى سبحانه وتعالى وكان عندما يسير عليه الصلاة والسلام يسمع مناديا يناديه يا محمد أنت رسول الله إذن كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم والجدير بأن نحتفي باحتفاء كبيرا أنا وجدت في علماء الزيتونة وجدت عدد هنا عندي للمجلة الزيتونية أثار انتباهي هذا عدد عجيب جدا يدل على عناية علماء الزيتونة بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث خصصوا عددا في سنة 1937 لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجيب ما رأيت فقرأ أنا من عادتي لن أقرأ لكن هنا سأتوقف عندها حضرات المشاهدين لأهميتها لقلم تحرير المجلة ماذا يقول تعطي صورة كأنه لو يتحدث اليوم يقول شاعة الضلالة وعمت الجهالة وطغت القوة على الحق وفشت عبادة الأوثان ونمى الشرك وتعددت الأديان وتعزز الناس بالعصبية والنزعة الطائفية وتهافت الناس على القتال وزال الإطمئنان من النفوس وانتهكت الحرومات وتنوعت المعاصي والمبيقات فصار العالم كدليل دامس تراكمت ظلمته حتى كاد لا يرجى له إصباح أو كبحر لجين طلاطمت أمواجه هذا البحر إن شاء الله ربي يسلم أشقائنا أيضا سواء في المغرب الأقصى الشقيق حيث أصيب بهذا الزلزال الذي هز الكيان قلوبنا مع إخواننا نسأل الله لهم العافية والشفاء وأن يجمع شملهم مجددا ويعيد بناء وطنهم وكذلك أشقائنا في الحبيبة ليبيا في ذلك السنام العجيب الذي أصابهم هز الوطن وهز القرى وهز المدن فنحن نسأل الله أن يلتف بنا وبهم ويلتف بالأمة العربية والإسلامية والإنسانية قاطبة إنه سميع مجيب واصل هذه هي الحالة التي وصل إليها البشر هي حالة منذرة بالخطر العظيم والخطب الجسيم إلى أن يقول فأراد الله تعالى أن ينقذ البشرية مما آلت إليه واختار أن يكون إنقاذها على يد رجل عربي من أرفع العرب بيتا وأعلاهم مقاما وأشرفهم عنصرا ومحتدا فظهر الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأشرقت العوالم بعد ظلامها وتبسم الزمان بعد عبوسه فكانت الساعة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة الفصل بين الحق والباطل والانتقال من الظلمة إلى النور فكان بحق رحمة للعالمين في واقع الأمر حضرات المشاهدين عندما نرى هذا الثراء في علماء الزيتون الأبرار وهذا السبق وهذا الاحتفاء المشهود بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في واقع الأمر احتفاء هو في واقع الأمر احتفاء نحتفي به في بيوتنا ونصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلق أجيالنا وشبابنا معاني المحبة ومعاني التسامح ومعاني التضامن ومعاني بناء الأوطان أنا كم تألمت عندما استمعت منذ أيام من قلائل إلى بعض الناس يدمرون أوطانهم بأيديهم سكة حديدية سبحان الله تدمر بلادك الناس يبنون أوطانهم أين الإسلام أين الإيمان أين التضامن المحمدي أين الأخوة أين المؤمن للمؤمن كالبنياني يشد بعضه لبعضه كيف الإنسان يدمر بلاده بلاده يعني يحول بينها وبين التقدم يوقف مسيرتها يلوث شوارعها يلوث أبعادها ويلوث أفكار شبابها حتى يتحولوا إلى أداة للدمار لأداة للبناء النبي صلى الله عليه وسلم بنى الأوطان في المدينة المنورة نشر المحبة بنى المسجد ليعلم الناس أن الإسلام هو للبناء للهدم فكم نتألم عندما نرى في أوطان الإسلامية اليوم أيدي شباب الأمة يدمرون أوطانهم بأيديهم يخربون بيوتهم بأيديهم فيعتبروا يأول الأبصار هذه المعاني هذه المعاني التي نستخدصها ونحن نستحذر ميلادك يا حبيب الأمة يا سيدي يا رسول الله يا من تعلقت قلوبنا به وكم نسعد بطلعتك المباركة وكم نسعد بالعمل بسنتك وكم نسعد بأريحيتك وسماحتك وكم نسعد بالأبعاد التي بنيتها في صحابتك وكيف علمتهم الأخوة وعلمتهم التضامن لذا فإن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يكون احتفالا شكليا نعم نحتفي ونعمر بيوتنا بالفرح وبالابتهاج وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعطي لهذا الموكب ولهذا المولد ما يستحقه من الجدارة وما يستحقه من العلو ولكننا أيضا علينا أن نعتبر علينا أن نبقى لحظة تتأمل مع أفكارنا مع عقولنا حتى نعود إلى الجادة نعود إلى الإسلام الحقيقي إسلام الصفا إسلام النقا إسلام بناء الأوطان إسلام جمع الشم للأمة واتحادها حول بناء أوطانها يا أكرم الخلقي جئنا يوم ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناجاك نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا وجد وشوق وتحنان لرؤياك كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم وأصبحت طيبة من بعد لقياك كانت كسائر بلدان الدونة فغدت من بعد مقدمكم تزهو بدنياك قد أصبحت أرما لما سكنت بها وروذة من جنان الخلد تهواك تعطرت أرضها لما خطرت بها وصار مسكا سراها عند مثواك من أرض ثيبة نور عم عالمنا بشراك يا عالم الإسلام بشراك إننا في هذه اللحظات المباركة التي نجدد فيها العهد معك يا حبيب الأمة يا سيدي يا رسول الله إننا نسأل الله العلي القدير بسر هذه اللحظات التي أضاء الله فيها العوالم بنور سيدنا محمد سيد الكائنات أن يشرح صدورنا ويقوي إيماننا ويجمع شملنا ويوحد صفنا ويختم بالسعادة آجالنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ترجمة نانسي قنقر